والظاهرة السلبية الثانية التي زادت من تعقيد مشكلة الزواج في عصرنا هذا ظاهرة تفسير الكفاءة بين الزوجين تفسيراً يصدم أبجديات هذا الدين الذي أرسى لأول مرة في تاريخ الإنسانية مبدأ المساواة بين الناس وشهد له بذلك علماء التاريخ والحضارات ممن أكدوا هذا السبق وشهدوا أن البشرية قبل الإسلام لم تكن تعرف هذا المبدأ بل لم تكن لتتصور له معناً ولا مفهوماً وقد انسلخت على هذه الأمم قرون متطاولة وهي على هذا النظام قبل أن يظهر نبي الإسلام ويصرخ صرخته الأولى في التاريخ الناس سواسية كأسنان المشد وقبل أن يجلجل صوته الشريف في خطبة الوداع يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على أعجبي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى أبلغت؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا قبل بيانه الحاسم الناس رجلان بر تقي كريم على الله عز وجل وفاجر شقي هين على الله عز وجل قال ذلك ليهدم الطبقية ويدمر القبلية ويضيح بالعنصرية ويرجع بميزان التفاضل بين المتساوين إلى الفضائل والأعمال والميزات السلوكية في خاصة الفرد ذاته بقطع النظر عن أسرته أو مولده أو محتده إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ولا نعد الحقيقة لو قلنا أن فقها النبوة في هذه القضية الخطيرة توارى كثير منه خلف ضباب كثيف من مواريث الجاهلية الأولى وكانت النتيجة التعسة لهذه المفارقات حرمان كثير من ربات الحجال وذوات النعمة والثراء في مجتمعات الوفرة والرخاء من حقوقهن في أن يكن زوجات وأمهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر